في الخمسين وفي العشرين ثم اقسم الطرفين على اثنان تتخلص من الاثنان هنا والخمسمائة تصبح مئتان وخمسون تصبح المعادلة مئتين وخمسون ضرب خمسة يساوي P2 إذن P2 يساوي ألف ومئتين وخمسين باسكال لاحظوا أنه عندما قل الحجم بنسبة ستين بالمئة تقريبا زاد الضغط بمقدار مرتين ونصف المرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعلمتم في الدرس السابق المعادلتين الأهم في الديناميكا الحرارية المعادلة الأولى تقول أن حاصل ضرب الضغط في الحجم يساوي ثابت وأن حاصل ضرب الضغط P في الحجم V مقسوما على الحرارة T يساوي ثابت كما أن تغير أحد تلك المتغيرات يؤثر على المتغيرات الأخرى بمعنى أن الضغط الابتدائي P1 ضرب الحجم الابتدائي V1 مقسوما على الحرارة الابتدائية T1 يساوي الضغط الجديد P2 ضرب الحجم الجديد V2 مقسوما على الحرارة الجديدة T2 على افتراض أن الطاقة لم تتغير في النظام وهذا ما يعرف بمبدأ حفظ الطاقة أما المعادلة الثانية فهي تقول أن P ضرب V يساوي N ضرب R ضرب T حيث N هو عدد المولات والمول هو عدد محدد يساوي 6 ضرب 10 أس 23 وR هو ثابت الغازات العام ويساوي 8.31 جول لكل مول كالفين وتذكروا أن درجة الحرارة يجب أن تكون بوحدة الكالفين فإذا وردت بوحدة أخرى يجب تحويلها إلى الكالفين قبل حل المعادلة إليكم مثالاً على ذلك إذا كان لديكم بالون هواء حجمه يساوي 1 متر مكعب وضغطه يساوي 5 باسكال أي 5 نيوتن لكل متر مربع وكان درجة الحرارة تساوي 20 سلسيوس وكان البالون ممتلئاً بغاز الهيليوم ورمزه HE فما هو عدد جزيئات الهيليوم الموجودة داخل البالون؟ عوضوا القيام الموجودة في المعادلة 5 نيوتن لكل متر مربع ضرب 1 متر مكعب يساوي عدد المولات N ضرب ثابت الغازات العام 8.31 جول على مول كالفين ضرب درجة الحرارة ولا تنسوا أهمية تحويل درجة الحرارة لوحدة الكالفين فإذا كانت درجة الحرارة معطاب الدرجة المئوية سلسيوس يجب أن تضيف إليها 273 إذن 20 زائد 273 يساوي 293 كالفين إذن 5 ضرب 1 يساوي 5 والمتر المربع يختصر مع المتر المكعب ويتبقى متر فقط نيوتن على متر يساوي جول أي أن 5 جول يساوي N مول ضرب 8.31 جول لكل مول كالفين اختصروا كالفين مع كالفين فيتبقى 8.31 ضرب 293 ويساوي 2434.83 جول لكل مول ولمعرفة عدد المولات اقسموا طرفي المعادلة على الرقم 2434.83 فيتبقى لديكم N يساوي 5 جول ضرب 1 على 2434.83 ويمكن قلب المعادلة لتصبح مول على جول وتختصرون الجول في الطرفين إذن 5 ضرب 1 على 2434.83 استخدموا الآلة الحاسبة لحساب الناتج إذن الناتج هو 0.0021 مول قد يبدو هذا الرقم صغيراً ولكن سنرى معاً عدد الجزيئات التي يمثلها هذا الرقم هناك ما يسمى بعدد أفوغادرو وهو يمثل عدد الجزيئات الموجودة في مول واحد وهو يساوي 6.022 ضرب 10 أوس 23 جزيء لكل مول حيث يمثل البسط عدد الجزيئات ويمثل المقام عدد المولات وبما أن لديكم 0.0021 مول فما هو عدد الجزيئات الموجودة فيه؟ هذه هي المعادلة 0.0021 مول ضرب عدد أفوغادرو وهو يساوي عدد الجزيئات لكل مول اختصروا المول في طرفي المعادلة وبما أن عدد أفوغادرو يساوي 6.0022 ضرب 10 أوس 23 ستكون المعادلة كما يلي 6.022 ضرب 0.0021 يساوي 0.0126 عوضوا الناتج في المعادلة فتصبح 0.0126 ضرب 10 أوس 23 جزيء ويمكنكم كتابة العدد 0.0126 على النحو الآتي 1.26 ضرب 0.01 فتصبح المعادلة 1.26 ضرب 0.01 ضرب 10 أوس 23 والعدد 0.01 يساوي 10 أوس سالب 2 وهكذا يمكنكم اختصار 10 أوس سالب 2 مع 10 أوس 23 فيكون الناتج 10 أوس 21 فتصبح المعادلة هكذا 1.26 ضرب 10 أوس 21 وهذا يساوي العدد 126 متبوعاً بتسعة عشر صفراً أو 1 متبوعاً بواحد وعشرين صفراً تقريباً وهذا يمثل عدد جزيئات الهيليوم في البالون وهكذا يمكنكم التوصل إلى حل هذه المسائل بسهولة إذا تذكرتم عدد أفوغادرو وثابت الغاز العام الذي يساوي 8.31 جول لكل مول كالفن وتحويل الحرارة إلى وحدة الكالفن دائماً والتأكد من التكافؤ بين الوحدات مثلاً إذا أعطي الحجم بوحدة اللتر يجب عليكم تحويله إلى وحدة المتر المكعب وإذا أعطي الضغط بوحدة الضغط الجوي أو البار يجب عليكم تحويله إلى وحدة الباسكال أو نيوتن لكل متر مربع فإذا تأكدتم من أن لديكم جميع المعطيات بالوحدات الصحيحة ستصبح العملية سهلة ويتبقى فقط أن تعوضوا القيام بالمعطيات التي لديكم انتهى الدرس ترجمة نانسي قنقر